لم يعد هؤلاء الأطفال مضطرين لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم كما اعتادوا في الأعوام السابقة بعد نجاح أهاليهم في قرية حصن مطيري بمديرية خنفر بمحافظة أبيان في بناء مدرسة أساسية لهم بدأنا الدراسة في هذه المدرسة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً وكنا من أوائل المدارس التي كسرت الإضراب وبدأت العملية التربية والتعليمية في هذه المدرسة رغم شحة الأمكانيات المتواجدة لدينا كما ترون هذه المدرسة الطينية قد بناها الأهالي بمبادرات شعبية وهي مبنية من الطين وحتى اللحظة لا توجد لدينا أي مقومات جميلة في هذه المدرسة نفتغر إلى الطاولات بعض الأثاث عندنا نغص فيها بعض الكتب عندنا نغص فيها كذلك لا توجد لدينا أبواب للمدرسة المدرسة بدون أبواب المدرسة بدون نوافذ تدشين العام الدراسي الأول في المدرسة الجديدة بداية جيدة لإنهاء معاناة أكثر من مئة طالب وطالبة في القرية البعيدة عن أقرب مرفق تعليمي بحدود خمسة كيلومترات وهي المشكلة التي ظلت عائقا أمام الكثير من الأطفال خصوصا الفتيات ومنعت الكثيرات منهن عن مواصلة تعليمهن تعتبر هذه المدرسة أول مرة تغيم بحيث كان أولادنا يذهبون إلى مدارس مدرسة عبراطمان وهي تبعد عن هذه الغرية مسافة بعيدة وكذلك بعض القرى والعزل المجاورة لهذه الغرية قاموا بنغل أطفالهم إلى هذه المدرسة لكونها قريبة إلى مساكنهم حرص الأهالي في القرية الريفية على توفير المبنى الذي ضم خمسة فصول ابتدائية في العام الأول من افتتاحه جاء بجهود ذاتية للمواطنين نظرا لعدم استجابة الجهات المعنية مع المطالب المتكررة بضرورة بناء مدرسة أساسية في القرية التي يزيد عدد الأطفال فيها ممن وصلوا إلى سن الدراسة إلى أكثر من مئة طفل لم نقد أي تقاوب يذكر من كافة المسؤولين في مديرية خنفر أو على مستوى المحافظة برغم مناشداتنا المتكررة عبر وسائل الإعلام للاهتمام بهذه المدرسة كوننا نعاني من كافة الصعوبات التي نواجهها في هذه المدرسة اعتماد المدرسة من قبل مكتب التربية كمرفق تعليمي حكومي لا يبدو كافياً فالمبنى الذي شيد من الطين ما زال بحاجة إلى الكثير من الاهتمام من خلال دعم جهود الأهالي في استكمال عملية البناء التي اقتصرت على إقامة الجدران فقط فيما بقيت الفصول بحاجة إلى الأبواب والنوافذ بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بالمبنى الطيني في حاله طول الأمطار تأهيل هذا المبنى الحيوي والتعليمي وفق خطط هندسية يشرف على تنفيذها مكتب التربية ضماناً لاستمرار العملية التعليمية في هذه المدرسة فهل ستقوم السلطات التربوية بواجباتها أم ستكتفي بالتفرج دون فعل شيء؟ لبرنامج أضواء السهيل عبير علي محافظة أبيان